وخير ختام لاستعراض جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في ملف المساعدات الإنسانية لأهلين في قطاع غزة ونرحب الأستاذ أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بسم الله الرحمن الرحيم وما رميت وإز رميت ولكن الله رمى صدق الله العظيم نحن واقفين فمش هقول لكم دقيقة أحداد بس عايز نقرأ الفتحة على روح شهدئنا في قطاع غزة والفلسطينيين كافة رحمهم الله الحقيقة أنا مش هطول ولكن أنا شايف المشاركة القوية اللي بتحدث النهاردة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كل إعلاميها كل موزيعيها كل الاصطاف اللي بيشتغل في الشركة المتحدة اللي بيقول كلمة حق لصالح الشعب الفلسطيني اللي بيقول كلمة حرية لصالح أهلنا في فلسطين اللي بيقول كلمة تحرير لصالح فلسطين أعتقد أن صوتكو وصل وبقت تتاخد من على قنواتنا النهاردة كوتس لقنوات دولية وبنشوفها النهاردة بتقول الحق اللي قالته الشركة المتحدة من خلال قنواتها وإعلاميها الشركة المتحدة وحياة كريمة والتحالف الوطني ما هم إلا مؤسسات بتعكس طبيعة وجوهر الشعب المصري في حبه للشعب الفلسطيني وعمق العلاقة بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني هنظل شعب واحد هنظل واقفين جنب بعض في مشاركة ومش معاونة ومش دعم دي مشاركة واجبة على الشعب المصري القضية قضيتنا وليس قضية فلسطين وحدها والعالم كله بيسمع أن هي قضيتنا من الشعب والقيادة السياسية اللي متفقة رؤاها مع الشعب المصري وجميعا إن شاء الله معا المشوار ده هيكمل لازم يكون فيه إيمان أنه ربنا إن شاء الله حينصرنا وحيحررنا كفلسطين وحيحرر الوطن العربي من الغمة شكرا جزيلا وربنا دايما يجعلكوا دعمين